أحباء الغاليين على قلبي زملائي وأطباء الغاليين وأخوتي وأخواتي أنا أعطيتكم فكرة يمكن طبية ورسالة يلي بتعطيكم فكرة عن شو عب يصير حولينا بالCOVID-19 بس بدي أعطيكم بعض الأصص يلي بتشجعكم ويلي بالنسبة إلي معاني روحية حادستين يلي صاروا معي في الأسبوع الماضي يلي حقيقة شجعوني كتير أول حادثي يلي مريضة عندنا يلي مع كانسر متقدم ومع لوكيميا يعني بعز عمره وفاتت ومع كوفيد-19 مع كورونا فيروس وحطوها انتوبات حوالي 17 يوم وبعد 30 يوم من المستشفى حقيقة أنا بأعتقد أنه الطبيب العظيم شفيها ولهني عب تخرج خارجي من المستشفى حقيقة كانت الدموع بأعين الممرضات والعبزاء فولة والأطباء مثل قصم كبير منكم معنا في هالخدمة الحلوية بيهوم وبالعمل الطبي الآخر وبس قالت جيملي كتير رائعة انه انتو خلصتولي حياتي وأنا حبشتق لكم وبريد تكون بشركة معكم لأنه ابتسمتكم شجعتني ورفعتني بدي اطلب منكم يمكن بهالوضع هذا انه انتو تكونوا حقيقة بلسم شفاء يستخدمكم تكونوا ايد الرب الشافي والطبيب العظيم بهالأزمة نهاية حتى لو ما كنت بالحقل الطبي اذا عندك روح الطبيب العظيم روح سيد المسيح ربنا يستخدمك حتى تشجع الآخرين وترفعهم لأنه دائما في رجاء في الرب تاني حادثي اللي كتير يعني عنتلي أنا شخصيا هي طبيب إلي اللي هو بروفسور وجراح صار معه كوفيد 19 كورونا فيروس وشارف الموت وحقيقة بعد فترة طويلة شفي وقرر انه يأخذ الخطوة كان اول شخص متبرع بدمه حتى يعطينا الكونفالسنت بلازما والانتيباديز تبعوله وهلأ عم نستخدمها مع مريضة يلي فاتت يوما مساء وقال انا مثل ما في يد عظيمي لمستني بدي اعطي من دمي للاخرين هذا بذكرنا بهالطبيب العظيم يلي احبنا حتى الموت موت الصديب ويلي مش عطانا جزء من دمه وعطانا كل قطرات دمه حتى يعطينا حياة ويعطينا حياة فضلة وحياة أبدية وهيك الرب بيعطينا حتى نقدم رسالة الخلاص ورسالة النعمة لكل أحبائنا من أي خلفية كانوا ونفرجيونهم رب يحبهم بغض النظر شو خلفياتهم الدنيا العرقية أو الشخصية فأرجوكم انه تكونوا انتوا رسالة النعمة وانتوا تكونوا أطباء الروح والنفس والجسد وتكونوا بركة للاخرين والرب يبركون بحب شجعكم الرب أقامكم حتى تكونوا كل واحد مننا رسالة عظيمة ويكون رسل حقيقة الحياة في زمن الوباء والموت وربنا يبركون ويستخدمكون